طيب ما هو السواء؟ ما سوى الواحد؟ يعني هناك سؤال دائما يقول لك على الأجار أو التملك نحن نقول أن الأجار هو الحل في حال لا تملك القدرة دائما يجب أن تكون مفهوم القدرة معنا اليوم بدأ عملية تسويق الحقيقي أنا قاعد أرى في الأسبوع الماضي بدأت عملية تسويق مع رغبة البنك المركزي الأمريكي في إنزال مستويات الفائدة الآن في كثير من المسوقين في قطاع العقاري بدأوا يلمحوا إلى أن الفرصة مواتية اليوم لأن تحصل على وحدات سكنية وستنخفض أسعار الفائدة أنا الحقيقة أجد أن هذا توجيه للأشخاص أن هم يتجهوا إلى القرص طويلة الأجل وحقيقة هذا خطر لا يمكن أن ندفع الأشخاص إلى أن يلتزموا بالتزامات طويلة الأجل لسنوات طويلة هذا مضر في الاقتصاد اليوم عندنا مؤشر اسمه مؤشر الإنفاق الاستهلاكي يجب أن يكون مؤشر الإنفاق الاستهلاكي في معدلاته المعتدلة بمعنى أن الأشخاص الموجودين في المجتمع ينفقوا على كل القطاعات ينفق على الترفيه له وأبنائه ينفق على قطاع التجزئة، مطاعم، سياحة، تعليم، صحة لو أنت اليوم حقيقة أقحمت بسبب هذا التسويق الغير أنا أعتبره المضلل بسبب هذا التسويق اليوم أنا لما أذهب لي شراء وحدة سكنية مكلفة جداً وتستقطع جزء كبير جداً وخاصة لما يكون عند الشخص الحقيقة وعي كافي في أنه يضبط الحقيقة تصرفاته المالية أنا حكمت عليه وعلى أسرته بأنه سيبقى في مستويات دخل متدنية وقد تؤدي إلى مشاكل أسرية ومجتمعية وإلى آخر وبالتالي سأخذك على الإيجار وبدون أن تأخذ قرض أفضل من أنه أنا يعني خلينا يا أستاذ ياسر بصراحة اليوم هل إحنا ما إحنا موجودين لعشان نتملك منازل؟ لا فيه أشياء كثيرة اليوم دكتور أسبر خلنا أخذها بالشعب الفصيح على قولته الثقافة الاجتماعية اللي ترعران عليها أنه هذا أصل ثابت الواحد لابد أنه يجمع فلوسه يدخر يسوي أي طريقة كانت مشروعة بحيث أنه يضمن صح امتلاكه لما يعرف ببيت العمر على أقل تقدير يقول لك أخي أنا إذا قدر الله وفارقت الحياة وتوفياني الله عز وجل أضمن لعيالي منزل ومكان يريك بهم بدل ما يعيشون عالة ومشردين لكن إذا لم تملك القدرة أنا هذا السؤال يجب أن نربط حصولك على المنزل نحن لا نضد أنك تحصل على المنزل بالعكس اليوم إذا تملك القدرة المالية وعندك ملاءة أو قادر على أن تقوم بسداد الالتزامات المالية طويلة الأجل بكرة أخذ منزل لكن إذا كان هذا بإضاعك تحت ضغط أنت وإسرتك لا الأجار أفضل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر